للمتنبي مع كفور الاخشيدي هذه قصة طويلة المتنبي كان مع سيف الدولة في حلب وانتقل ضحكني المتنبي يقول له أريك الرضاء لو أخفت النفس خافيا وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية قال راني دي وكن النفس ما تبينش تخفي الأمور راني نبين لك بالي راني راضي لكنه مش راضي لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضي عن كفور الاخشيدي هذا وجبنا القصة كفور توبش نتكلم من بعد في نفس القصيدة وشيقول له المتنبي هذا كان عبد كفور الاخشيدي هذا عند آل الاخشيدي ثم آل الاخشيدي هذا كان يبيعه في الزيت معروف هو باللي كان يبيع في الزيت ولاخره لكن بعوه إلى محمد بن الطغش اللي كان والي مصر للعباسيين هذا محمد بن الطغش شاف فيه النبوغ شاف في كفور شاف فيه النبوغ فأعتقه وعلمه ورشح كلابط في الجيش وكان فعلا كفور كان ذكي وكان قائد كبير يعني قاد عدة حملات عسكرية على سوريا والحجاز سنة 945 لكن بعد وفاة محمد بن الطغش هذا كان ولده صغير فشد مباشرة لأنه هو قائد الجيش شد أصبح الحاكم الفعلي لمصر هذا كفور كان وحد الإنسان كان كما نقوله نحن كما العيد النوبلي كان مداح يمداح قدام المسجد الأزهر في الجامعة الأزهر في مصر ووقت المتنبي كان كفور هو حاكم مصر وكفور طبعا عبد وكان ابن أبوه في العراق ثاني مشلول فهذا المداح هذا سعى يقص عليهم القصص قالهم والله الدنيا الدنيا هذه قالهم هاي ناعد ربي يعني مش حاجة كبيرة الدنيا من هوان الله للدنيا قالهم أن يحكمها عبد لأن الدنيا هي كانت بكري العراق ومصر هذهم هذه الدنيا فعلا قالهم أن من هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أنه يحكمها عبد في مصر ومشلول في العراق ابن أبوه هذا ذكي طبعا حتى المتنبي مدحه ومن بعد هجاه كفور هذا كان ذكي وصلوا هالا على بيلكم الناس توصل قالوا لنا رأوا هاك المداح اللي قدام المسجد الجامعة الأزهر رأوا هاكذا وهو شقول وهو شقول فكفور حسبها بطريقة أخرى قال لك من انتقى مش منه أنا هذا إنسان زوالي وبداح وكذا والآخره قالهم صح قالهم نيراني انسيت لي مدة ما ما تفكرت بحد شيء فبعثت لها دراهم وبعثت لها كسوة وبعثت لها هدية بعثت لها هدية بعثت لها هدية وكسوة ودراهم وحاجة كبيرة يعني نسمع تفكرة فلما ذاك قالوا له وبعثت لها كفور وهو عارف بالي رأوا وش قال نقوله حنال أسبوع الماضي قال هكا وهكا قال بالي رأوا لو لا هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى ما يحكمها شيء عبد في مصر ويحكمها مشلول في العراق ابن بويه ففي كجاة مرة أخرى في قدام الجمال أزر قالوا مروا من أبناء حام احنا ديما يقولوا أن نقولوا احنا الأصحاب البشرى السوداء هذا ما نقولوا احنا الوصفان يقولوا أنهم أبناء حام حام خو سام ابن نوح يعني يقولوا أنهم أبناء حام قالوا من أبناء حام ربي رأوا اختار زلازة فقط اللي عطوهم النبو قالوا من قال سيدنا لوقمان وبلال وكفور قالوا من الله سبحانه وتعالى يعني خير من أبناء حام كل ثلاثة هذا بعد ما شد الدرام وشد الهدية وكذا قالوا من خير ثلاثة يعني يعطاهم ربي العقل وعطاهم ربي الحكم وعطاهم الحكمة اللي هم ثلاثة قالوا لهم منهم قالوا لقمان سيدنا لقمان وكان حتى هو أسود وبلال سيدنا بلال وقالوا مكفور في مصر شفت كيفاش تبدل هذا حني